موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج العيادة على شاشة قناة الحياة دايما متعودين أننا نتواصل معكم في كل ما هو جديد خاص في مجال الطب وبشكل خاص بالنسبة للجراحات التجميل اللي أنا بمثلها هنا وكمان دايما ما يفوتنيش أننا أتكلم على العيادة دايما لتطرحها قناة الحياة العيادة المجانية من خلال التواصل على أرقام التليفونية اللي بتبقى موجودة أسفل الشاشة وعن طريق برضو الرسائل اللي ممكن تبعته لنا عن طريق الأرقام اللي هتبقى أسفل الشاشة لأي استفسارات ممكن تتبادر إلى ذهنكو زميلنا إن شاء الله اللي معانا دا كاترة من خلال برنامج العيادة هنكون دايما في خدمتكم النهاردة هنتكلم في موضوع زي ما احنا تعودنا دايما من خلال البرنامج إن احنا نتكلم في كل ما هو جديد في التجميل وكل ما هو الناس دايما بتسأل عليه وبيسمعوا عنه كتير برة وفي نفس الوقت احنا بنسمع عن حاجات واخدة وهج كبير أو في التجميل عارفين دايما مجال التجميل دايما تخصصه في الطب الشوية بياخد رواج كبير ودايما الحاجة لما بيتسمع عنها بيبتدي يروج لها بشكل عام وظيفتنا هنا من خلال البرنامج إن احنا نقول المعلومة الطبية الصحيحة ايه الحاجة اللي تفيد الناس وايه مكانها علشان بقدر الامكان طبعا صعب إن كل واحد يحدد حالته والطريقة العلاجية المناسبة لها لكن في نفس الوقت حلوة قوي إن احنا يبقى عندنا الوعي الوعي إزاي النتيجة بتكون وإزاي الوسيلة العلاجية نفسها ممكن تفرق مع البني آدم في حياته موضوعنا النهاردة موضوع حلوة قوي اسمه حقن الدهون حقن الدهون الدهون بديهي كده من الكلمة هي حاجة موجودة في جسم الإنسان يعني دي مش دهون خارجية يعني احنا مش بنستغل مثلا دهون موجودة مخلقة صناعيا أو موجودة في عبوات جاهزة مثلا تعبئة وبيتم حقنها زي الفيلر لا احنا كده حنستغل الدهون بتاع جسم الإنسان ليه هو نفسه وهنا برضو ده يقدني لسؤال شائحة كتير من المرضى بيسألوا لي تيجي واحدة رفيعة وواحدة عندها سمنة تقولك طب ممكن اخد منها وتديني يا دكتور وأكيد طبعا الكلام ده ضربة من الخيال مفيش حاجة اسمها كده يعني ماينفعش اخد دهون من شخص لشخص تاني قد ما ممكن الكلام اللي بقول عليه دايبان شكله يعني أكيد حاجة مفهومة لا معلش في ناس كتير قوي اللي بتفرجوا علينا متخيلين حاجة زي دي احنا بنسمعها كل يوم فبالتالي ماينفعش الدهون من شخص لشخص يبقى الدهون لازم تبقى دهون ذاتية اسمها يعني من الشخص ولي طب اذا الدهون أصلا عند الشخص طب أخدها ليه ليه يعني من وليه ليه آه علشان بقى في تعبيرين دلوقتي حيظهروا على السطح حاجة اسمها السمنة الموضعية وحاجة اسمها النحافة الموضعية يعني ايه كتير قوي مستات بيتفرجوا علينا ورجال على فكرة ممكن تلاقي اوكي جسمهم كويس بس عندهم أماكن معينة مدقيين منها فيها دمور بقى خد بقى الوش ظهر الإيد في الستات ممكن تلاقي منطقة الثادي منطقة الخلفية عندهم مقعدة تلاقي عندهم دمور فيها وكمان حتة مشهورة قوي عند الستات وعلى فكرة من أيام زمان قوي كان بيعتبروها ملمح من ملامح الجمال وهو منطقة العرقوب اللي هي أسفل الرجلين تقولك دايما الست اللي بيسموها حتى كان معلش اسمحوا لي لك معرقبة ده الكلام فعلا اللي بيتقل ودايما الناس دايما دارج بينهم اللي هي الرجل اللي من تحت تبقى دقيقة لما بتبقى رفعية من تحت يقولك دي برضو مش ملمح بملامح الجمال معنا كده ان احنا فيه أماكن عندنا فيها دمور للخلايا الدهنية يعني بالبلد دي كده المطقة دي خاصة حجمها صغير والدهون موجودة في أماكن تانية بشكل أحسن وعلى العكس بنلاقي ناس عندهم جسمهم كويس قوي ونلاقي مناطق في جسمهم عندهم حاجة اسمها السمنة الموضعية يعني نلاقي الجسم منتظم جدا وكويس قوي لكن في نفس الوقت عندهم منطقة معينة برزة شوية فيها سمنة موضعية زيادة شوية وحط بقى عندك كتير ممكن البطن ممكن الأرداف ممكن ديلاقي حتى من سميع ساعات الدبل تشن أو الناس اللي عندهم لغد كبير كل الأماكن دي بتبقى مناطق فيها دهون كتير يبقى كده عشان نخلي الموضوع يوصل لناس بشكل أحسن إحنا هناخد دهون أو خلايا دهنية من مكان نودي المكان تاني عشان نبقى أكننا ضربنا عصرين بحجر واحد حلينا المشكلة اللي فيها سمنة موضعية وبروز في أماكن زيادة قوي عند الستة أو الرجل وخدنا الدهون دي بشكل ما وبتقنية معينة لسه هنشرح من خلايا الحلقة إن شاء الله إزاي نحنا نعالج الخلايا الدهنية دي كلها ونعيد تاني سياغتها من أول وجديد ونحقنها في الأماكن اللي عندهم فيها مشاكل ودمور وخاسة زي الوش زي ما أنا قلت مثلا زي ما ممكن يبقى منطقة تحت العين اللي هي ساعات غائرة الجوة ومبقينة سودة قوي وغمق قوي ممكن لقيها ساعات في ظهر الإيد اللي إحنا بنقول بيبقى ساعات قوي للستات السن من حاجة زي دي زي ما ممكن يكون أسفل الرجلين اللي هي منطقة العرقوب منطقة الثدي بدرجة معينة وحشرح أقول إزاي للثدي عشان برضو الموضوع ده مقنن في المنطقة الخلفية برضو بالنسبة لهم ومحدش يستهون لما بقول إن حقن الدهون للمنطقة الخلفية من الجسم ليه؟ علشان إحنا كتير قوي يعني مش للدرجات دي يعني الرفاهية للدرجات دي لأ معلش فيه سيدات كتير جدا عندهم مشكلة كبيرة وضمور في المنطقة دي لدرجة إنها مأثر على نفسيتهم وعلاقتهم الأسرية الزوجية مع أزواجهم نتيجة إن المنطقة دي تماما عاملة زي الرجال ودي ليها مواصفات خاصة لسه هنشرح فيها من خلال الحلقة أو من خلال صور هتبقى معنا قبل وبعد إزاي إن المنطقة دي فعلا بتفرق وبتفرق جدا في الشكل الجمالي للمرأة كده أول حاجة إحنا بدي كده إيه زي ما بقول كده سكان أو بنقول بشخطوط عريضة اللي إحنا عاوزين نتكلم فيه النهاردة بس يهمني حاجة تانية كمان جزئية حال الدهون دي يا جماعة موضوع حساس قوي إحنا حنستغل الخلايا الدهنية الحية حط تحتيها ميت خط إن دي خلايا عيشة ده مش فلر جاهز من مادة طبيعية بس هي مش خلايا عيشة فلازم ليها تقنيات معينة عشان أخدها استخلصها وازرعها في المكان الجديد بمعنى إن ما ينفعش مثلا بنسمع عن الكلام ده كتير إن إحنا ناخد الدهون وبعد ما ناخدها نخزنها مثلا في التلاجات عشان تتحقن في أي وقت بعد كده ده مش حقيقي ومش صح والدراسات لسه ما أثبتتش إن حاجة زي دي كويسة وإنها ممكن تؤدي الغرض بالعكس الخلايا الحية دي ليها ظروف بيئية معينة لما أنت تاخدها تعيش فيها عشان تحقنها فكرة بقى إنك إنت مجرد أن تتحط في التلاج عليها علامة استفهام كبيرة إنها هتعيش عشان تحنة تاني فبالتالي الإجراء لازم يتب بحساسية دقيقة إنك تاخد وتحقن على طول وفكرة الأخذ نفسه تعالى الدهون الزيادة اللي عندك دي مش بنفس الطرق اللي كنا بنتكلم عليها في حلقات قبل كده إن إحنا عاوزين نعمل تفتيت وتسيح للدهون استخدام مثلا حاجة زي الليزر إن إنت في الآخر إنت كده بتدمر الخلايا الدهونية اللي إنت بتاخدها وتتخلص منها عشان كده الناس اللي عندهم مجرد سمنة موضعية ومش عاوزين ناخد الدهون دي ونوديها حتة تانية أوكي إحنا بنعالج الدهون الزيادة دي وبنتخلص منها لكن لما إحنا عاوزين نستغل الدهون اللي إحنا عا ناخدها ونوديها تاني يبقى ما ينفعش إن إحنا نفتتها ونسيحها زي ما بيتقال فالفكرة يازم يتم استخلاصها بطريقة معينة تبقى حساسة قوي معنا فيديو هيوضح لكم إزاي بيتم استخلاص الدهون من الأماكن اللي فيها زيادة وإحنا حارسين كامل الحرص على الخلايا اللي إحنا عا ناخدها معنا الفيديو هنشوفه دلوقتي الفيديو شايفين أنتو دلوقتي معنا الدهون دي طلع شايفين الأنبوبة اللي ماشي على الشمال بتكمع تحت في الحاجة اللي هي بتبقى زي كونتينور كده أو برطمون بيتجمع فيه سوائل ودهون الدهون هي اللي عايمة على الوش وتحت دي السوائل اللي إحنا حقننا علشان نعرف نستخلص الدهون وإزاي إن إحنا نشوف بناخد السوائل برة وبعدين الدهون بتبتدي تتاخد في السرينجات اللي إنتو شايفينها قدامكم دي عشان يتعاد تاني تدويرها بطريقة معينة عشان توصل لتركيز عالي ونحافظ على الدهون بحاجة اسمها الخلايا الجزعية بتاعتها علشان لما تدحقن هل نها معنا كمانا؟ الفكرة في إيه؟ الدهون في الأنبوبة طلع وبتتجمع تحت في الكنتينر اللي إنتو شايفينها دي واحدة بناخد منها الدهون وتجمعت معانا فوق على السطح عامة على الوش وتحت السوائل والسوائل بتتنقل في مكان اللي واحده لغاية ما نحتفظ بالدهون اللي واحدية ونبتدي إيه؟ ناخد الدهون في السرينجات دي لسه ليها كمان إجراءات تاني بعد كده علشان إزاي نوصل للدهون المركزة المشبعة بالخلاء الجزعية بتاعتها ومعانا كمان هيبقى فيديو تاني الفيديو التاني كمان حلو إنه حيظهر لكم بقى إزاي الدهون بتتاخد نفسها من الجسم إزاي إن إحنا عن طريق أمبوبة ممكن ندخل بيها من المنطقة اهي دي أمبوبة بتخش للطبقات الدهنية اللي إنتو شايفينها قدامكم شايفين بقى الدوائر الصفرة كتير دي داخدين إحنا بالأمبوبة دي بتبتدي تنشر المواد اللي إحنا عاوزين نعمل فيها خلخل للخلاء الدهنية مما كانها عشان تبتدي شايفين إزاي بتادت تتحرك فاكرين أيام حرب 6 أكتوبر في 73 كان إزاي لما كانوا بيدخوا الميا في خط سور برليف إزاي كنا بيفتته إزاي الخلاء الدهنية قعدة بتخش سليمة جوة الأمبوبة اللي إحنا عايزينها فحلينا دوقتي المنطقة نفسها حجمها صغر خدنا الدهون اللي كانت معنا ومنطقة زي الثادي على سبيل المثال تم حقنها بعناية فائقة إزاي جوة طبقات الثادي نفسها سواء أسفل العضلة نفسها العقافة الصدري سواء تحت الجلد عشان عفوا إزاي إن إحنا نعمل تكبير لمنطقة الثادي إن إحنا ممكن يحصل تكبير لها بشكل طبيعي ويدي الفكرة في حقن الثادي إزاي إن إحنا ما نديش حجم ليه كبير زيادة عن لزوم عشان طبعا الشكل الطبيعي وفي نفس الوقت في الثادي بالذات حقن الدهون لازم يتم برعاية جدا طبية صحيحة علشان دي خلايا حية لازم لما تتحقن في منطقة الثادي تبقى متوزعة بشكل متجانس ومش بكميات كبيرة عشان تقدر تقادي دورها وتعيش في المكان الجديد وتخش تتداخل وسط الخلايا الموجودة أصلا وتبقى أكدناها جزء لا يتجزأ منها إلا أنا بقوله ده معلومة مهمة قوي ليه؟ إن إحنا ممكن نحقن كل مناطق الجسم كلها بطرق كتير قوي وما فيهاش أي حاجة خالص من أي مشاكل ممكن تؤدي لها إلا في منطقة الثادي منطقة الثادي وعلى مستقل العالم وفي كل الأبحاث العلمية وفي الجماعات وفي المؤتمرات لازم يتم برعاية معنا عشان منطقة الثادي منطقة حساسة عشان السؤال ده أنا بتسئله كتير منطقة الثادي استات أو البنات اللي عندهم دمور في منطقة الثادي وده كتير قوي يجي يقول لك يا دكتور أصلا أنا مش عاوزة بسمع كتير قوي عن السيليكون والسيليكون ده يعني عليه عن استفهام فأنا عاوزة حاجة طبيعية أنا عاوزة حاجة من دهوني بتاعة الجسم نفسها أخدها وحقنا في الثادي جميل قوي لكن هو الموضوع المعلومة كده مش كاملة إحنا عشان نكمل المعلومة صح يبقى رقم واحد حلو قوي إن أنا أخد دهون من جسمي وعيد صياغتها تاني وحقنا في الثادي بس قاعدة زي ما دايما معودكو في كل حرقتي قاعدة لازم كلنا نحفظها اللي بيزيد عن الحد بيتقلب للضد بمعنى ما ينفعش دهون كتير تتحقن في منطقة الثادي وإلا دي تمثل للثادي مشكلة فبالتالي عشان الناس تقرب من الفكرة لو سيدة أو بنت عاوزة مجرد زي ما بنقول رتوش في منطقة الثادي بتكبر حجم حاجة بسيطة من سميه زي سايز أو مقاس واحد ممكن نقول حلو قوي الدهون لكن أكتر من كده مش حلو أبدا وكده ساعتها لازم السيليكون يتدخل ويبقى السيليكون هو الحل الرئيسي للثادي اللي عنده دمور في منطقة الثادي وحجم السادي صغير وبنوتة صغيرة بنشوفها لسه مقبلة عن محالة الزواج بنت متجوزة وبعد فطلة الحمل والإرضاع المتكرر صغر حجم السادي خالص وتراهل كل دي أسباب كتير قوي إن احنا نعمل زرع الحشوة السيليكونية اللي هي آمنة تماما يا جماعة ودي احنا نتكلم عنها في حلقات برضو بعد كده إزاي إن السيليكون ده آمن تماما عشان برضو فيه لغة كتير اتقال على الموضوع ده إن السيليكون والسيليكون تو السيليكون ممكن يجيب مرض وحش لقدر الله ده كلا مش حقيقي والقول الفصل في الكلام ده اللي يخلي الموضوع أكيد إن دي أول وسيلة علاجية بيتم إجراءها لأي وحدة لقدر الله عندها مثلا لقدر الله عندها ورم سرطاني جاء في مطاية السادي العلاج المعروف بالنسبة كبيرة قوي اللي هو استقصال السادي طب هو الفكرة إن احنا لما بيستقصى للسادي نتيجة الورم السرطاني مش معنى كده إنها تعيش طول عمرها من غير السادي ففيه وسائل علاجية لإعادة بناء السادي تاني أول بقى وسيلة علاجية في كل المراجع العلمية في كل أبحاث العلمية وعلى حسب الحالات هي إن انت تحطي لها حشوة سيليكونية يبا بديه كده وحدك عندها ورم سرطاني واستقصال هتحطي لها السيليكون وهو ممكن يؤدي لمشكلة لا طبعا هو السيليكون ليه اعتبارات معينة وحاجات معينة لكن في الآخر وطبعا ده لازم يتم عن طريق نوع من أنواع السيليكون المحترمة المرخصة دوليا واخدى تصريح التداول على مستوى العالم زي الـ FDA ده الفودان دراج أمستريشن أو السي ماركت على الاتحاد الأوروبي كل الحاجات دي دي معناها مرخصة ومثبتة إنها آمنة تماما الفكرة إنها تتم بإجراء صحيح واستخدام حشوة سولاكنية مرخصة نرجع عشان ما نطلعش بس بره موضوعنا طب هو فكرة اللي أنا قلتها في الأول حتة إن إحنا هنستخدم الدهون من مكان ونوديه المكان إحنا زي ما إحنا قولنا من خلال الفيديوهات إحنا عاوزين ناخد الدهون من مكان ونوديها لمكان جديد بيعاني من مشكلة طيب هل دي بقى الإجراء ده ممكن يتعمل على طول كده ولا بيسبقوا بعض الحاجات أولا هو زي وزي أي عملية آه ممكن تبقى حاجة صغيرة ومش عملية جراحية كبيرة بس لازم يسبقوا بعض التحاليل إن إحنا نبقى متطمينين على السيدة إنه ما عندهش مشاكل صحية أو الرجل على فكرة وحقول الرجل ممكن بيتم ليه حاجة زي دي إيه وما حدش يتهكم على جزئية زي دي إن الرجال ساعات بيبقى عندهم مشكلة في الوجه وحنشوفها لسه في صور بعد كده إزاي إنه ممكن يبقى حلهم حق ندوهم في الوجه تمام لكن الفكرة في إيه بقى إن إحنا بعد ما نعمل التحاليل لازم الموضوع ده يتم داخل غرفة عمليات ليه ده مش زي اللي أنا اتكلمت عليه في حلقات قبل كده زي البوتوكس والفيلر يتم كده في العيادة عادي لأ ده يتم غرفة عمليات مش عشان حاجة مش عشان الإجراء مثلا كبير ولا حاجة هو علشان محتاج تعقيم تعقيم ده اللي هو التعقيم يعني تعقيم يعني إيه؟ يعني المنطقة نفسها اللي انت بيتم فيها الإجراء لازم تكون معقمة ما ينفعش واحد يبقى لابس دومه أو البايدة لابس هدومها العادية لا لازم يكون كلها حاجات معقمة والآلات اللي تستخدموا الأجهزة معقمة فبيتم ليه؟ عشان دي حاجة هناخدها من الجسم ونحقنها تاني جوه الجسم لما بنقول مثلا فيلر أو بوتوكس هو نفسه معقم متأكدوا تحقنه خلاص جاهز لكن دي حاجات جوه الجسم لسه هناخدها فلازم نحفظ على التعقيم وإحنا بناخد والإجراء نفسه هو بيتم لتركزها وعادة صياغتها تاني بشكل مناسب عشان يتم حانا لازم السايكل دي كلها والدورة دي كلها تتم في إطار من التعقيم عالي جدا عشان يبقى النتائج صح يبقى دي المعلومة التانية أنها لازم تتم داخل غرفة عمليات حاجة التالتة المهمة قوي حتة التخدير هل محتاجة تخدير مثلا كلي لا خالص الإجراء ده ممكن يتعمل بمخدر موضعي يعني المريض بيبقى صحي فيه بياخد لوقت قديم بياخد لوقت حوالي نص ساعة ساعة على حسب الإجراء نفسه على حسب المنطقة يعني أكيد دهون في الوجه غير مثلا في المنطقة الخلفية ليه؟ كميات الدهون اللي بتتاخد مختلفة صياغة المنطقة نفسها أن إحنا مثلا هناخد الدهون دي قلنا بسؤال الدهون أكتر حاجة ممكن شائعنا تتاخد منين؟ على حسب شكل الجسم بس ممكن جدا تتاخد من مكانين مشهورين قوي هي البطن والأرداف هنطلع فاصل دلوقتي وحنكمل كلامنا عن حقن الدهون فيه كلام مهم قوي وفيه صور بتوضح لنا الكلام اللي احنا قلناه من مداية الحلقة ونبعد الفاصل ما ترحوش في أي حد رجعنا لكو تاني أعزائي المشاهدين وموضوع الحلقة موضوع شيق جدا وبنتكلم على حاجة اسمها حقن الدهون في مجال التجميل حقن الدهون إزاي إن إحنا بناخد دهون من أماكن معاينة في الجسد نعيد تاني سياغتها وزي ما تكلمنا في بداية الحلقة ونعيد تاني استخدامها وحقنها في أماكنها الجديدة وعلى فكرة حقن الدهون لما بنعالج بالأماكن اللي فيها نحافة أو فيها أماكن معاينة فيها ضمور مش بس بيعمل لها امتلاء حاجة ربنا خلقهنة جميلة جدا وليها دور وفي السنين الجاية لسه العلم يوم عن يوم بيتقدم فيها وبيكتشف الجديد حاجة اسمها الخلايا الجزعية وإزاي إن هي بتبقى موجودة في دهون الجسم عندنا فلما بيتاخد الدهون من أماكن معينة وتتركز الخلايا الجزعية نفسها بتبقى مركزة في المناطق ده وبالتالي لما بنجي نحقنها في الأماكن الجديدة بنلاقي إن بيحصل لها حاجة حلوة جدا إن بنلاقي طبيعة البشرة نفسها تتحسن ما أصد الخلايا الجزعية دي اللي في جسمنا دي اللي بنسميها الخلايا الأم الخلايا اللي بينتج عنها تجديد لخلايا الجسم بشكل عام فلما بتتحقن في أماكن كتير مثلا على سبيل المسال زي الوش إزاي إن إحنا بنحس إن البشرة نفسها تتحسن ويبقى فيها نظارة كبيرة في الجزء الأولاني منحلها وكنا لسه وقفنا عند نقطة إزاي إن الدهون لما هناخدها بناخدها من أماكن فيها سمنة موضعية يعني بالبلد كده إحنا بناخد مزتين في ميزة واحدة أو في إجراء واحد إزاي إن إحنا ممكن يبقى مكان في سمنة موضعية أخد منه الدهون فأنا عالجت المنطقة دي نفسها لو واحد عنده منطقة الدهون كبيرة في منطقة البطن أو السيدة الجناب ممكن في منطقة الأرداف كل الأماكن دي يبقى إحنا خدنا الدهون كسبنا إن إحنا عالجنا المنطقة نفسها اللي فيها سمنة موضعية وخدنا الدهون دي بقى بعد سيغطحة أنها في الأماكن اللي أنا عاد بتكلم عنها من بداية الحلقة لعلاج النحافة الموضعية معنا بقى بعض الصور اللي إزاي بتورينا بقى أول حاجة في كلامنا أجزاء من الجسم فيها نحافة موضعية ومعنا أول حاجة الصورة اللي إحنا بنتكلم عليها المنطقة الخلفية إزاي الصورة اللي على الشمال قبل، والصورة العالمين بعد الصورة دي بتوضح إزاي إنه ممكن يبقى فيه بعض الضمور عند السيدة بالشكل العالشمال وازاي ان احنا باع حقن الدهون في المنطقة الخلفية بيديها شكل انثوي اللي هي الشكل اللي قال عليه بيسموه دلوقتي كتير قوي لو هو الكري المنحيات وهو ده الاختلاف بين الرجل والسيدة معنا الصورة اللي بعديها برضو بتعبر عن نفس الكلام صورة العالشمال قبل صورة العاليمين بعد هندوس كمان للصورة اللي بعديها نفس الكلام برضو صورة العالشمال قبل صورة العاليمين بعد المنطقة الخلفية نفسها نفيجة حقن الدهون هنصل الصورة اللي بعدها منطقة الثادي بقى دي جزء ايه معانا لو نلاحظ ان الصورة هنا مش اختلاف كبير قوي في الحجم هنا النقطة ان احنا تم حقن الثادي بشكل معتدل بالدهون عشان يكبر الحجم مقاس مش علشان يبقى بالشكل بتاع السيليكون اللي ممكن يبقى زيادة نلاقي كمان الصورة اللي بعد كده وهي عقن الدهون لضهر الايد هنلاقي الصورة اللي فوق قبل والصورة اللي تحت بعد ازاي انها قللت منظر التجعيد اللي بتكون موجودة في ظهر الايد ازاي ان الاوتار والعروق اللي كانت زهرة قوي في الصورة اللي فوق بقت مخفية في الصورة اللي تحت عفوا هنلاقي الصورة برضو اللي عالشمال ازاي ان ممكن يبقى فيه اوتار او اوردة بينا قوي في الشكل اللي عالشمال ازاي على اليمين بيبقى شكل الايد واضح قوي فيها التجديد عفوا الشكل اللي عالشمال برضو إزاينا الأوتار بينا والشكل اللي على يمين واضح أن جلد الإيد باين فيه شكل الإيد واضح قوي الجلد فيه تم تجديده وشكل الأحشاء الداخلية اللي جوه الإيد مش واضحة وشكل السن نفسه صغر اللي هو علامة كبيرة بتبقى موجودة عند السيدات بيظهر فيها السن عفوا معلش يمكن البرد شوية معلش حنطلع بس فاصل إن فيه كحة جمدة جدا عندي رجعنا لكو تاني أعزائي المشاهدين ونعتزل لكو على الفاصل صوت الواحد كان رايح شوية كان محتاج إن هو يشرب حاجة نعتزل لكو تاني ونستقنف بقى حلقتنا في موضوع حقن الدهوم قصة إن إحنا كنا بنتكلم قبل الفاصل على حقن الدهون في أماكن معينة من الجسم فيها دمور وكلمنا على أجزاء معينة ممكن تبقى في الجسم فيها نحافة موضعية ومناطق شائعة جدا عند السيدات زي المنطقة الخلفية عندهم أو في منطقة السادي أو في ظهر الإيدين زي ما كنتم بقول لكو إزاي بيبين بيها عامل السن قوي وإزاي إن ممكن الناس اللي بيحصل لهم نحافة بشكل كبير نتيجة إن هم عاملوا مثلا جراحات سمنة مفرطة فواحدة كان وزنها كبير قوي مثلا 160 كيلو ونزلت لبقت مثلا 90-80 كيلو فمنلاقي ظهر الإيد باين عليها قوي السن وباين قوي عليها إنها خاسة إزاي بقى حقن الدهون دي من خلال الصور هشرح لكم إزاي إنها بتبقى شكل أنثوي جدا وفكرة إن إحنا المشهور دلوقتي على مستوى العالم الشكل اللي بيتقال عليه الشكل الكيرفي وده فعلا حاجة مختلفة جدا ما بين ربنا فما خلق الرجل والسيدة لازم دايما الشكل الفمناين أو الأنثوي طبقة الدهون لها توزيعات معينة يعني ما ينفعش مثلا نقول إن الرجل يبقى منطقة الخصر دقيقة جدا وتبقى المنطقة بتاعة الأرداف تحتها فيها كيرف مثلا بشكل كبير هنا شكل الحوض اللي هو طبعا رقم واحد الشكل حتى على مستوى الهيكل العظمي واخد عرض معين في المنطقة بتاعة الحوض فبالتالي لما الدهون تبقى في المنطقة دي بتدي الشكل ده برضو سواء من الأمام أو سواء من الجنب إزاي الفكرة برضو بالنسبة لنا فكرة إن إحنا نحقن الدهون لمنطقة بتاعة الأرداف أو الهنش المنطقة اللي فويها لازم تبقى غائرة الجوة المنطقة الغائرة الجوة دي لما بتخش الجوة بتدي شكل الكيرف اللي تحتها بشكل أحسن يعني دايما بنقول المنطقة الخلفية والمنطقة اللي فويها أسفل الظهر مرتبطين جدا ببعض المنطقة دي بشكل عام عند الرجال بتبقى مسطحة كلها وراء بعض لكن لما بيكون في الستات نازل يلقى ليها شكل معاين كيرفي الكيرفي ده نتيجة حان الدهون ومعانا صور هتوضح كلام زي ده لما بتتم بشكل دقيق بيحصل إن المنطقة دي بيبقى فيها امتلاء بعض الشيء والامتلاء ده بيكون شكله طبيعي وبيدي المغزى منه من شكل أنثوي برضو منطقة الثادي لما احنا قلنا عليها إزاي إن هي بتكون حجمها دلوقتي بقى منطقة الوش عشان الناس كتير قوي بتسأل عليها بيقولوا لو احنا حقننا فيلر مثلا مادة المالقة هتدي نفس الشكل ممكن جدا بس الشكل اللي قدامنا على الشمال فيه دمور وفيه نحافة في الوش وفي نفس الوقت عندنا المنطقة دي فيها نحافة وتجعيد كتير في الوش لما بيتم سياحة الدهون وحقنها في الوش بيدي الشكل الممتلئ للعالمين اللي هو شكل طبيعي برضو وحتى كمان منطقة تحت العين بنخفي بيها التجعيد والنحافة الموضعية يعني من الآخر اللي أنا عايز أقوله إيه الشكل ده محتاج كميات للحقن ففي الفيلر ممكن يكون الكلام محتاج كميات كبيرة ومكلف قوي لكن الدهون بيبقى موضوع أحسن نفس الشكل اللي على الشمال تحس إن السيدة شكلها كبير ومرهق وتحت العين والتجعيد ظهر إزاي إزاي الشكل اللي على المين بقى الجلد نظر وفي نفس الوقت ممتلئ امتلاء طبيعي وتحت العين برضو شكله طبيعي وبنلاقي الشكل ما فيهوش مشاكل كتير برضو الشكل اللي على الشمال بنلاقي إزاي إن فيه دمور موجود في الطبقات اللي تحت الجلد الدهون قليلة تحت العين الحقن اللي على يمين بيبقى فيه امتلاء طبيعي وشكل ما فيهوش مشاكل حتى المنطقة اللي تحت العين بتبقى منطقة طبيعية حتى الهالات السودة اللي احنا بنقول عليها بتكون اتعالجت بشكل كبير وبشكل طبيعي حتى طبيعة الجلد شايفينه إنها تحسنك في الصورة اللي على يمينه هنا بقى الرجالة بقى عشان الناس كتير قوي بتسأل عليه إزاي إن الرجل ممكن آه شايفين إزاي منطقة تحت الخدود دخل الجوة قوي لدرجة إنه هو باين إنه هو عنده نحافة والناس ساعات كمان بيسموه طبعا ساعات بعض ربنا يعافي الناس بيكون عندهم حاجة ساعات فشل كبي دي فبتلاقي حتى وساعات كولوي فبيديهم شكل ساعات بيقولوا عليه اللي هو الماوسي فيش شكل الفقر إنه هو نتيجة إن المنطقة اللي فوق في جناب الوجه من فوق مع منطقة الخدين دخلين لجوة حقن الدهون نفسه لما بيتم في المنطقة دي بيديه شكل امتلاء طبيعي بنلاقي برضو شوف هنا صورة السيدة الصورة اللي على الشمال شايفين بقى ركزوا قوي على المنطقة اللي تحت العين إزاي فيها سمار إزاي غائرة لجوة إزاي المنطقة اللي جنب المناخير جنب الفم الخطوط دي كلها الصورة العين تحس إن الستة وشها نور تقليلا وده دور الخلايا الجزعية اللي موجودة مع الدهون إزاي إنها لما تتحقن مع الدهون بتجدد الخلايا السطحية اللي موجودة في الجل وبتزود تدفق الدورة الدمالية للمنطقة دي فنحس ساعتها إن الجلد نفسه بقى زاد رونقه زاد نظرته معنا الصورة اللي بعديها هنلاقي برضو شايفين الفكرة كله في الموضوع الطبيعي إزاي لما يتحقن على شايفين الصورة العشر مال قبل والصورة العليمين بعد إزاي لما هي بتتحقن بكميات معتدلة قدت شكل طبيعي صغرة الستة في حاجة زي دي شايفين قد إيه كمية كبيرة جدا من السنين يعني مش أقل من 15 سنة مثلا ل20 سنة الشكل ده طبيعي طبعا مش بدلناها مش واحدة مثلا بقت شكلها عمرها 15 سنة هي الفكرة كلها امتلاء طبيعي يدي الشكل الطبيعي وفي نفس الوقت ما يبقاش شكل صناعي أو أوفر هنا برضو نيه نقطة ليه علاقة بالشفايف وإزاي إنه ممكن يبقى فيه دمور شايفين الخطوط الأسفل الشفا السفلية الصورة اللي على الشمال والشفا الفقانية إزاي إنها ضعيفة ونحيفة حقن شوية دهون في المنطقة دي بيعالج كلام زي دا وبيديها شكل نضارة زي ما أنا قلت الصورة اللي بعدها كمان بنلاقي الصورة كمان هتلاقي صورة بعديها كمان ليه علاقة برضو بالشفايف هنلاقي الصورة اللي فوق قبل والصورة اللي تحتها بعد هنلاقي الموضوع كله شايفين امتلاء خفيف قوي شكل طبيعي نضارة موجودة في الشفا بدون ما يبقى الشكل دايما اللي هيبتبقى كبيرة قوي بتدلش على أي حاجة غير إن شكل صناعي هي فكرتنا كلها إزاي التوازن ما بين إن إحنا نعمل إجراء يطفي جمال على الإنسان بس يبقى طبيعي هو دي الرسالة المهمة قوي من خلال حلقة زي النهاردة اللي احنا بنتكلم عليها مش استثمار الحاجات الطبية الحديثة اللي احنا بنشوفها وإن إحنا ناخدها ونطور فيها لدرجة إن إحنا نوصلها يبقى إن إحنا بنعمل حاجة فيك أو مزيفة هي الفكرة كلها الناس كتير قوي اللي بيتفرجوا علينا ممكن يبقى عندهم مشاكل فحاجات كتير قوي من اللي أنا كنت بتكلم عنها بس هم قصتهم في الموضوع إن هم خايفين أو قلقانين من فكرة التجميل اللي ممكن يظهر شكلهم بشكل ملفت غريب مش طبيعي وهو زيه زي أي حاجة في الدنيا لما بيشاء استخدامها بتدي شكله مش طبيعي وفي نفس الوقت وده حاجة بتظلم مجال التجميل نفسه عشان الموضوع في الآخر ليه علاقة بدراسات طبية ولمسة جمالية فنية موجودة عند الدكتور نفسه طبعاً الكلام ده كله ليه علاقة بإن إزاي الطبيب المفروض مع المريض وهو قبل الإجراء بيتناقش معاه في الـ expectations أو الطاقات اللي حتم فيما بعد إزاي إن أنت أو أنت تبقوا فاهمين أنتوا هتبقوا عاملين إزاي علشان ما يهيأش للمريض كلام غلط وفي نفس الوقت يستخدم الإجراء بشكل مش صح فيقدي إلى الشكل ساعات اللي بيبقى مش طبيعي وما يكونش المريض نيبه من الموضوع غير إنه هو الناس بتشوفه تقوله أنت مال شكلك بقى غريب كده وهي دي اللمسة المهمة عشان من هنا ودي رسالتنا دايماً دايماً تحرّب دقة في الإجراء نفسه اعمل سرش عليه اعرف توابعه الدكتور اللي أنت رايح له موجود في مصر كتير جداً من الدكاترة الكبار والمحترمين واللي مشهود ليهم على مستوى العالم بالفنية وبالمهنية اللي موجودة في مجالهم ومن هنا ممكن إن أنت توصل أو أنت توصلي للحاجة اللي أنت بتحلمي بيها من غير ما يبقى فيها أي تجاوزات طبية برضو حاجة مهمة جداً إحنا لما بيتم حقن الدهون في ناس يقولك هو أنا حقن الدهون تاني يوم حروح الشغل أو حروح الشغل مثلاً سواء رجل أو سيدة هي الفكرة في إيه طبعاً المنطقة بتفرق طبعاً لو في منطقة في الجسم الموضوع بيبقى أهون شوية وممكن حاجة زي دي تتم لكن في الوجه بشكل عام بعد حقن الدهون بيبقى المنطقة نفسها مورمة شوية فيها تورمة ويبقى محتاجة كم يوم قبل ما الدنيا زي ما يقول تهدى وفي نفس الوقت فيه مقطة مهمة قوي لازم نستبقى فاهمها لما بيتم حقن الدهون في المنطقة أول شهرين في عمر الدهون بيكون حجم الدهون زيادة شوية بيتم بعض الامتصاص للخلايا الدهنية في أول شهرين حوالي شهرين بحيث أنها بتقل بنسب متفاوتة من 30-40% من حجم الدهون اللي تم حقنها من هنا لازم نبقى فاهمين حاجة ساعات بيحبب لينا وإحنا بنحقن الدهون الأول للمريض إن ممكن نزود الكمية شوية بحيث أن إحنا نبقى عاملين حسابنا إن في جزء منها أول كم شهر حيدوب وحيقل في الحجم ساعتها توصل للحجم اللي هي كانت عايزة دي نقطة بقى challenging شوية أو يعني المريض شوية بيحتاج فيها إنه يبقى فاهم موضوع زي ده عشان لما هيتم حقنها في الوش ممكن في البداية يبقى حاسس إن الحجم زيادة شوية لكن هو بعد كم شهر الدنيا هتهدى قوي وحيوصل للحجم اللي هو كان عايزه فلازم يكون مجهز نفسه وحياته وشغله وحياته الاجتماعية إنه هيبقى فيه زيادة شوية أو إنه هو يتتقبل فكرة إنه إحنا لما هنحقن دهون هنحقن بكمية مناسبة في الأول بس هي حتقل بالنسبة دي بعد كم شهر فممكن تعويضها عن طريق الفلر أو ما شابه اللي أنا عايز أقوله إيه في الكلام ده أول حاجة هي أحسن مادة يتم حقنها في الجسم يعني الفكرة الناس اللي عندهم نحافة موضوعية أحسن حاجة دلوقتي للجسم بشكل عام اللي حقنها عشان نعالج ونعمل لها شوية امتلاء هي الدهون بتاعت الجسم نفسها أو الدهون الزتية يبقى ده الفلر بيسموه الفلر الدهب يساعد إنه هو ده رقم واحد على مستوى البادي فيلرز أو حقن المواد اللي بتعمل امتلاء في الجسم ده رقم واحد رقم اتنين فكرة بقى موضوع الثدي زي ما أنا قلت بيتم وبيقنن حقن الدهون في الثدي عشان يصاب بشكل كويس مناسب ويبقاش حجمه كبير عشان غير محبز على مستوى العلم حقن الدهون في الثدي بكميات كبيرة من هنا لو الناس اللي عاوزين محتاجين حجم أكبر بيتم حقن عن طريق وضع السيليكون كجراحة حاجة بقى مهمة موضوع الوجه في حقن الدهون بيحبز جدا لو إحنا هنعمل حاجة زي دي للناس اللي هم عندهم نحافة شديدة في الوجه علشان دول حيحتاجوا كميات كبيرة من المواد اللي تتحقن فبالتالي الدهون هنا بتعتبر حاجة رخيصة جدا إنها من جسمه وليه وفي نفس الوقت حتساعد على تجديد الخلايا نتيجة وضع حاجة زي الخلايا الجزعية اللي بتكون مركزة مع الدهون فمن هنا أول حاجة عملنا امتلاق طبيعي وفي نفس الوقت الخلايا الجزعية اللي موجودة مع الدهون هتساعد على تجديد الخلايا وإن هي تحسن من طبيعة البشرة وفي نفس الوقت تشد الجلد وتزود تدفق الدورة الدموية للمنطقة فنلاقي دايما الناس اللي بيتم حقن الدهون فوشهم بيبقى شكلهم كجلد على طبيعته وبشرتهم وضعها بيبقى أحسن كتير بعد الحال إحنا هنطلع في فاصل دلوقتي بس هنرجع لكم تاني نقول لكم موضوع حقن الدهون كله على بعضه عشان اللي ما تابعوش الحلقة من بدايتها يستنونا بعد الفاصل بيرحوش في أي حد رجعنا لكم تاني عزيزي المشاهدين وموضوع حلقة كان مهم قوي النهاردة وفي آخر جزء من حلقتنا معانا وقتا مش كتير قوي بس يهمني من خلال الحلقة وهي بتشرف على الانتهاء موضوع حقن الدهون الناس يبقى عندهم بعض النقاط يبقوا خلاص حفظوها وفهموها عشان هي دي اللي ترسخ في الأزهان حقن الدهون موضوع مهم جدا في مجال التجميل عمل تفرة كبيرة قوي بس يتحط في نصابه الصحيح حقن الدهون من الحاجات المناسبة جدا بس يقنل استخدامها بشكل معين عشان نقدر نقدي استمار بتاعتها أول حاجة حقن الدهون في نحافة الوجه بتفرق جدا يعني إيه مش سيدة مثلا عندها حاجة صغيرة كده في وشها تقبل على حقن الدهون ده مش صح أو معنى صح مش هتستفيد قوي وهيبقى الإجراء كبير عليها ملهاش معنى يعني هنا في الآخر لما يبقى شوية حاجات روتوش بسيطة في الوش محتاجة تجايد خفيفة قوي حت صغيرة تحت العين حاجات كده من هذا القبيل حاجة صغيرة في الشفايف هنا حقن الفيلر بيحل بحلها بشكل كبير وإجراء نفسه بيتم في دقيقتين ويحل المشكلة كلها لكن حقن الدهون بيبقى كبير عليها شوية لكن الناس اللي نحافة كبيرة في الوجه ونلاقي الوش خاسس أو محتاجة امتلاق أكنك بتملى وبتبني وجه من أول وجديد في امتلاقه يبقى حقن الدهون هنا مثالي جدا للناس دي وبيفرق معاهم 180 درجة ده أول حاجة بالنسبة للوجه بالنسبة لكف الإيدين أو بمعنى صح ضهر الإيدين أحسن نقولها برضو من الحاجات المهمة جدا ولو هي بالذات فيها نحافة كبيرة عشان في ناس بيبقى عندهم حاجات بسيطة في دهر الإيد وشكل كده برضو مدي شكل كبر في السنة شوية ونحافة خفيفة ممكن هنا أنواة يعمل الفلر حلوة جدا بتقدي لأثمرها وبتعمل امتلاق بشكل طبيعي ونعومة في دهر الإيد وشكل بيبان أصغر بكتير عن طريق الفلر لكن الناس اللي عندهم نحافة كبيرة في دهر الإيد حقن الدهون بيبقى حاجة كويسة جداً لها الناس اللي عندهم السيدات منطقة أسفل الرجلين أو العرقوب من أكتر الحاجات اللي محبز لها الحقن هو الدهون في المنطقة دي عشان تديها الشكل الممتلئ أسفل الرجلين منطقة الثدي حتة إن إحنا لو عاوزين نعمل امتلاق خفيف في الثدي يبقى الدهون حلوة جداً عليها احنا عادي نقول واحد اتنين تدي عشان الناس تبقى معانا فيها عندك نحافة كبيرة في الوجه أو نحافة كبيرة في الوجه انت كسيدة أو رجل حلوة أوي حقن الدهون عاوزين امتلاق خفيف في الثدي حقن الدهون حلو عاوزين امتلاق أسفل الرجلين اللي هي منطقة العرقوب حلوة أوي حقن الدهون منطقة ظهر الإيدين فيها نحافة كبيرة حقن الدهون حلوة جداً نيجي بقى عند منطقة الخلفية ومطاعة الهنش أو المطاعة المقعدة عند السيدات أحسن حاجة لها حق ندهون يعني ملاش بديل قوي يعني اللي عاوزين نتكلم على الحاجات البديلة هيبقى رقم واحد استخدام فيلر والفيلر هيبقى بكميات كبيرة تكاليفه هتبقى كبيرة قوي ودي نقطة مهمة قوي عشان بنسمع عنها كتير ويهمني جدا مكاني دلوقتي وأنا بتكلم من خلال بنامج محترم زي بنامج العيادة من خلال قناة كبيرة ومحترمة زي قناة الحياة إن احنا نقول استخدام الفيلر الدائم اللي بيروك كتير لمنطقة الخلفية ده ضار جدا وبيعمل مشاكل كبيرة جدا وهي ما بنشوف كوارث ومقاسي منه فبالتالي النوع الوحيد اللي ينفع للمنطقة دي من أنواع الفيلر لازم يقع فيلر مؤقت وأنواع مشهورة جدا يحبز إن الواحد يسأل عنها كتير قبل ما يقبل على حاجة زي دي وفي الآخر هيبقى تكاليفه عالية جدا 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 وحيستمر لمدة سنة تقريبا سنة سنة ونص فبالتالي ما يعتبرش أوبشن أو ما يعتبرش اختيار من الاختيارات اللي ممكن قوي نقول عليها لكن فيه سيليكون بيتحطل للمنطقة دي ليه بعض بقى الضوابت حلو ومفيد بس بشكل معين أنه هو جراحي ليه نسبة معينة من الحاجات اللي لازم يرعاها إجراء حاجة زي دي إن بيحصل بعض ساعة الانتحابات فلازم يتم العناية بالشكل المناسب للمنطقة دي سواء في الغيارات الدورية والعلاجات ونبقى فاهمين إنها عملية مش إجراء بسيط لكن هو بيحل مشاكل كتير وحتقول لي مشاكل زي إيه أقول لك واحدة سيدة ما عندهاش دهون في أي حتة تانية مش حارة فأخد منها دهون أصلا من مكان طب المنطقة دي عندها فيها ضمور كامل وما عنداش دهون في أماكن تانية يبقى بالتالي هو الأوبشن الوحيد هو زرع حشوة سيليكونية للمنطقة الخلفية هتفرق جدا لها بس لازم تتم بضوابط معينة أما على رأس كل الكلام ده المنطقة الخلفية فحقنها حقن دهون يعتبر حل كبير جدا لمشاكل كتير قوي من السيدات اللي بتعاني من منطقة زي دي فيها ضمور حتى تقول لك أنا بكسف من زوجي علاقتي الأسرية والزوجية فيها مشاكل كتير قوي إن هي مش حاسة بالثقة بالنفس نتيجة إن المنطقة دي فيها نحافة كبيرة عشان كده لما بنقول المنطقة الخلفية على رأس الوسائل العلاجية لضمورها إن إحنا نحقنها بالدهون هنحقنها إزاي بالدهون نتيجة إن إحنا فيه مناطق تانية كتير ودي بتساهم في إن إحنا لما نعمل نحت للجسم ونعمل له الكيرفات الأنثوية اللي إحنا بنتكلم عليها إزاي إن إحنا بناخد من منطقة الخسر المنطقة أسفل الظهر عشان نظهر المنطقة دي بشكل استداري معين مستدير بشكل معين شكله أنثوي ويتم حقنها بالدهون فتدي الشكل الأنثوي أو الشكل الكيرفي أو المنحنايات اللي بتكون موجودة للسيدات فعلى رأس الحلول اللي موجودة للمنطقة دي هي حقن الدهون الزهاتية من نفس الشخص بعد حاجة زي دي المريض زي ما إحنا قلنا كده قبل الفاصل بياخد له يومين ثلاثة على حسب المنطقة نفسها اللي بيتم الإجراء فيها وممكن يمارس حياته بشكل طبيعي وبتلبس أو بيلبس حاجة اسمها المشد أو الكورسي اللي هو بيساعد وفي الهدف الأول منها المناطق اللي إحنا خدنا منها دهون علشان يشكلها بشكل كويس ويساعد على انكماش الجلد في المنطقة اللي إحنا خدنا منها دهون وكان فيها سمنة كبيرة عشان يبقى استفدنا من المنطقة دي وتم نحتها بشكل كويس أما المنطقة اللي تتحين بالدهون مش محتاجة لبس ضغط قوي هي محتاجة لبس بيبقى ده بيكون عند الدكتور طبعا وبينصح به إزاي نهو يرسم المنطقة دي بشكل أحسن الضغط في المنطقة دي في بداية الحقن مايبقاش ميزة كبيرة زي ما احنا بنكون عاملينها أثناء الشفط الشفط الدهون بيحتاج لازم يكون لبس ضغط بشكل معين عشان يساعد المنطقة دي تتشكل والجلد يشد بشكل أحسن لكن في منطقة حقن الدهون مش بنحتاج إن إحنا نبسين لبس ضغط محتاجين لبس يزبط المنطقة دي ويساعد على تناسق الدهون اللي موجودة في المنطقة الجديدة بشكل طبيعي مايبقاش فيها أماكن متعرجة مثلا وكل اللي بنحتاجه بعد كده بعض العلاجات اللي بتكون عبارة عن زي مضاد حياة ومسكن والمنطقة كلها بتستقر تماما بعد كامي يوم ويبتدي النتيجة يوم عن يوم بتتحسن بيكون بيصاحبها في نفس المنطقة اللي بيتم حانها بعض التورمات بناخد لها بعض العلاجات اللي بتساعد بالنسبة لنا إن المنطقة نفسها تترسم بشكل أحسن والتورمات تروح بشكل أسرع دايما وقتي الأسف دايما معاكو بحس إن بيروح بسرعة بس يا رب إن إحنا نكون في دناكو بمعلومة طبية صحيحة تكون فيها جزء كبير من الرسالة الطبية لازم توصلكوا بشكل مباشر يكون عنصر الأمانة الطبية متوافر فيها علشان أي حد بيقبل على حاجة زي دي يبقى فاهم هي إمتى بتتعمل وليه وإيه النتيجة المتوقعة معاكو بكرة إن شاء الله دكتور إيهاب ساعد دكتور العيون يكلمكو كل ما هو جديد في مجال تخصص جراحة العيون كنت سعيد جدا أنا معاكو من خلال التواصل النهاردة في البرنامج واشوفكم إن شاء الله السبت لولينا عمر السبت اللي بعد القادم نتكلم في مواضيع جديدة في التجميل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة